لا ده مش الشأن العام على فكرة ده ما يكونش ثقافتي لكن ممكن يبقى مهم ليا إذا كنت أنا بتعامل مع الأشخاص دول ممكن يبقى مهم ليا إذا كنت أنا بصمم لهم الأشخاص بتاعتهم ممكن يبقى مهم ليا إذا كنت أنا بشتغل في إدارة شؤون الكرة ممكن يبقى مهم ليا لو كنت أنا بتعامل مع المشاهير باعتبار أن الجزء دوت من المشاهير دولة جزء من عملي بس انا لو مكنش كل ده واتليه علاقة بي ايه النفع اللي هيعود علي ايه صحيح كتير من الناس بيشارك في تفاصيل حياته الشخصية وبيعارض نفسه كأنه كتاب مفتوح لكل الناس على السوشيال ميديا انتو عارفين اننا عند مصرح كده الاسرة شير الناس تبقى شير على الحياة فاي اللي يصل فواحدة ام تروح كاتب حاجة تروح بنت تطلع ما علقالها ويطلع بقى كل اثار البيت على الايه على صفحات السوشيال ميديا لكن ده مش مبرر يخلينا نهدر اوكادنا ونهدر تركزنا ونهدر حياتنا في تتبع اخبار الناس واحيانا للأسف مش بيقف الموضوع عند التتبع اوقات ناس بتقع في فخ الشير والكلام عن الناس والسخرية منهم ومفتحهم كأن حياتهم واعراضهم وكمان اموالهم وكسعات نماؤهم مباحة لكل اشكال الغيبة والنميمة مش بس الغيبة والنميمة والاغتيال في بعض الاحيين أنا عايزة اقول لكم حاجة الناس اللي عندهم هوس بالتتبع دولة بيقعوا في مصطلح انا بحب اقولوا كده الاغتيال المعنوي السلبي في اغتيال معنوي سلبي ان انت تكون احد المشاهدين لحاجة انت ما كنتش عايز تشوفها بس الخبر ده زود نسبة المشاهدة دي وانت ما كانش ده مهم والخبر ده كان فيه نوع من انواع الاغتيال المعنوي الحد وانت ساهمت في هذا الاغتيال المعنوي انا مش عايزة احملك الهم لكن انا عايزة اقول لك الثقافة دي والهوس ده ممكن يوصلك لإيه لازم نقرر ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه مش بس ما لا يعنيه بش بس ده ما لا يعنيه ده يعنيني ان اتركه في بعض الاحيين نحن نطلع على اشياء يعنيني ان اتركها يعنيني ان لا اطلع عليها مر مر على النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير طبعا ما يعذبان في كبير ممكن يكون العمل كبير بس العلماء بيقولوا لا تخلي بالك مقصود مش كبير يعني العمل ده مش تافه يعني هما رأوا في تفسير التفسير الاولاني انهما شافوا ان حاجة دي مش مهمة انهما حاجة دي مش مهمة وان ده هو رؤيتهم او انهما لا يعذبان في كبير كان هما ما كانوا محتاجين انهما يقعوا في هذا الاسم لانه كان سهل عليهم انهما يتجنبوه يعني اما هو مش كبير لانه كان سهل ان انت تتجنبوه سهل انهما يتجنبوه فوقعوا فيه او كبير يعني هو ملوش اهمية ايه اللي حاصل بقى فحضرت النبي ايه ثم قالت صلى الله عليه وسلم بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمة واما الاخر فكان لا يستنزه من بولي الحديث هنا بيقول ان فيه حاكتين خطيرتين جدا 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 انسان مش مهتم بيهم وبيتوغل فيهم بس بيودوه في ده ويجلبوا عليه العذاب الحاجة الاولانية هو ماذا الخوض والهوس بكتر الكلام في ملاعنين وفي اعراض الناس والكلام عن الناس والتاني ان الواحد ما يبقاش طاهر وجزء من طهارة الانسان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن استنزاه من البول ممكن كمان نستنزه من قذورات الناس ده سيدنا رسول الله لما سيدنا الفضل طلب النواه ياخذ من الزكاة قال انما هي اوساخ الناس فلازم الواحد يبتعد عن الحاجات الرديئة لكن تتبع الاخبار والهوس ان انت تبقى في وسط الحدث حتى لو الحدث ده فيه كلام عن الاعراض حتى لو كان الحدث ده فيه كلام يخجل الانسان حتى لو كان فيه الاحداث وعشان كده بقت الحاجات المخجلة بقت اشياء طبيعية عند الناس عشان كده الحاجات اللي كان يجب ان احنا نتعامل معها بحياء وان هي حاجات نصها ان لم يكن تلتة اربعة ان لم يكن تسعين في المية كلها حاجات كان يجب سترها او يجب ان الناس ما تعرفش عنها حاجة او يجب ان الناس ما تشوفهاش بس الناس شفتها مع ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنها وعهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال كل ده اشياء مكروهة كل ده اشياء حرام لكن الناس ادمنوا القيلة والقال الحكايات ده مش شكل من اشكال الترفيه ولا ده شكل من اشكال الاهتمام ده شكل من اشكال تلويس القلب وتطيع الحياة بما لا يفيد يعني لو سألت واحد مثلا انت لما تتقعد تتبع الاخبار دي وتجيب فيديو بعد فيديو وصفحة بعد صفحة وخبر بعد خبر ايه اللي خرجت بيه في ايدك ممكن يساعدك في الحياة هياخد وقت طويل عشان يقلف قصة ان ده يساعده في الحياة اشتركوا في القناة